على مدار أربع أيام تابعنا فعاليات ومن قبلها كمان أيام للتحضيرات للنسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم الحاجة الجميلة وللفتت نظري أنا بشكل شخصي سنادي هو الهاشتاج أو الكلمة الختامية وكأنه كان الحفل الختامي مبارح بمثابة تغليف وعنوانة لأربع أيام من الحلم أي حد بيحضر المنتدى لأول مرة بتبقى بنسباله الإبهار هو سيد الموقف عشان كده بيبقى يحرص أنه يتمنى يحضر تاني عشان كده السنادي هتلاقي أنه في 500 ألف طلب من شباب من مختلف دول العالم لحضور منتدى شباب العالم الفكرة والحلم والإلهام في حاجات كتير جدا بتحصل ورسائل بتخرج من منتدى شباب العالم يمكن أكبر كمان من فكرة أننا بنجمع شباب من 196 دولة رغم عظمتها ورغم روعتها وأننا بنلقي ونرسل رسائل سياسية هامة كبيرة جدا أولها عن مصر ثانيها عن كيف تفكر مصر وثالثها كيف تدار مصر أنت عندما ترى طريقة الإدارة في المنتدى أو في المنتدى بيقولك بشكل كبير أنه مصر وصلت لإيه في التنظيم في الإدارة دايما نقول كده أن الثقافة تبان في تنظيم أكلفة عليه والحضارة تبان في طريق التعاملك وطريق الترحك للموضوعات دي كلها عنوين جانبية لكن عايزة أقول لكم أنه مبارح كان في جملة ملهمة جدا من كلمة السيد الرئيس الختنية والحقيقة أنه مش أول مرة يقولها أنه الأحلام لا تسقط بالتقادم لما قال الجملة دي لقيت أنه كل الناس اللي خارجين من المنتدى يقولوا نفس الجملة الأحلام لا تسقط بالتقادم هذا المنتدى اللي كان في يوم من الأيام حلم حلم وفكرة لحد اتمنى أنه يبقى فيه في بلدنا مكان واسع وفاكرين لو افتكرته كده كان فيه نسخة وطنية عندنا من المنتدى ثم في أحد هذه النسخ كان تم الطلب من الرئيس أن النسخة تانية من فضلك الرئيس عايزين ندى يا شباب من كل دول العالم يشوفونا بنتكلم ازاي وده حصل ووصلنا للنسخة الرابعة ينفع نقول قوي أنه مبارح كنا بنتنفس السعداء كنا بنشوف حاجات حلمنا بيها وتمنناها وكنا شايفينها بعيدة وكل مبارح كمان بنشوفها بتتحقق وينفع نقول أنه الناس نوعين فيه أصحاب أحلام يفضلوا يحلموا بس يعني كلنا بنحلم وفيه ناس أصحاب رؤى تحاولوا الأحلام دي لخطط والخطط تتحول لتنفيذ وواقع وصعوبات ومعوقات ثم تتحقق الأحلام معرفش شايف أنه المؤتمر أو منتدى شباب العالم واحدة من الرسائل الملهمة ده صور كتير مش عايزة طول عليكم لكنه ينفع يقول لنا أنه تكون صاحب مشروع وكلما تكون صاحب مشروع هتلاقي حاجة تعملها وتنشغل بيها وهتلاقي حاجة تحققها